المفروض أن نكمل في حلقات المكسيك اللي بدناها الأسبوع الماضي بالحلقة الأولى من المكسيك الخروف المشوي في المكسيك يا ويلي على الخروف المشوي في المكسيك لكن تغيرت الأمور شويصة طلعت لي سفرة مفاجئة على فرنسا عشان أحضر شغلة معينة شو هي؟ بالضبط مباراة باريس سان جرمان وريال مدريد فقلت لحالي يا ولد أنت موجود في أرض الحلويات فرنسا ليش ما تعمل حلقة عن الأكل تجمع فيها بين أحلى شغلتين بالنسبة لنا إحنا الشباب الأكل وكرت القدم أول شغلة خينتفق عليها أنه أنا صراحة مش كتير بقتنع بالمطبخ الفرنسي مش مطبخ المفضل يمكن فيه ناس بحبوه بس إحنا شغل لحمة وخواريف ودهن للكوع يا عمي لأن ما بعرف هيك يا أخي مش منطق الواحد يسافر من دولة للتانية بس عشان يحطوله صحن في زتونة ومعلقة سلطة وعشرين جرام كبدة بط لا ولا أضلني في بيتي وأعمل طنجرة مقلوبة أكل لحالي أحسن عشان هيك عشان نضمنوا ناكل أشياء ذاكية فبننخصص حلقة اليوم للإشي اللي عنجت ذاكي في فرنسا الحلويات والمعجنات مرحبا بالفرنسي شو هي؟ بونجور لا لا بونجور تبعتكم أنتو أنا بالنسبة لي مرحبا يعني كروسو لأن كروسو هي اللي بترحب فيك هي اللي إشي هي اللي بتعطيك شعور أنك أنت دخلت فرنسا فأجيت على مكان اسمه مش عارف مش عارف مش عارف أقرأ شو اسمه ها أقرأوا أنتو وحطوا لكوا ديسكريبشن كل عناوين الأماكن اللي رح ناكل فيها اليوم رح تكون تحت المهم منفوت في الكروسو شوفو خريطة فرنسا هيها الشكل هادا اللي بتشوفو في الدروس الجغرافية غلطانين هاي خريطة فرنسا يعني الواحد شو بدي قعد يحكي عن الكروسو هي بس فكرتها ترسم اللي بتسامي على وجهك وخلص هيك قرمشة من بره هيك اشي زاكي طريي خفيف بس هاي هي الكروسو هاي الكروسو الناجحة يعني مش طاير الواحد واصل على أحزم مكان بيعمل كروسو زي يطلب واحدة بس هاي كروسو اللي هي بس بالشوكولاتة اللي بيكون هيك شكلها غير شوي كتير ناس ما بيعجبهم كروسو الشوكولاتة إلا أزا كانتهم عبي ومغرق الشوكولاتة من جوا صراحة أنا ضد هذا المبدأ ياخي الكروسو هيك حلوتها الواحد يستلز فيها هيك لحالها يهكل هيك يحس بالعجين بطعمة العجين باختلاف استوى العجين من بره ومن جوا بعدين هيك وقاعد باكل بتسم طلع له هيك هند شوكولاتة يرجع يبتسم بزيادة يحس بالسعادة هذا مبدأ الكروسو والشوكولاتة اللي في الكروسو المهم تحسبوهاش عليه أكلي هاي بس حكينا الكروسو بس مرحبا هاي هيك بس مرحبا ونروح علي بعده يلا الحين نيجي للشغلة اللي كلنا بنحبها في المطبخ الفرنسي كبار صغار بنروح على مطاعم عشانها بنحاول لعملها في البيت ما بتزبط معنا زي المطاعم الكريب جيت على أول مكان أول مكان يعني فيه أماكن مفروض يعني واحد في فرنسا يعني يأكل كريب واحدة والله ما بصير فجيت على واحد من الأماكن اللي المفروض انها كتير زاكية اسمه اسمه بريز والله ما نعارف إش اسامي الأماكن بس اللي مفروض ان واحد قوي يعني في المكان أول كريب رح أكلها رح تكون مالحة عشان الواحد يدخل شوي شوي على واقو يقدر يكمل باقي اليوم كريب بالبيض والجبنة والأرتيشوكي اللي هي الخرشوف أو الأرتيشوك بالانجليزي العجينة العجينة تبعته العجينة روعة أصلا ما بيعملها من الطحين العادي بيعملها من الباكويت نجاح الكريب فعلا في نجاح العجينة لأن كل حدا ممكن يحط بيض ولا جبنة ولا مش عارف أشياء تانية زي هيك حتى في الأشياء الحلوة لكن لما تكون العجينة مش صح ما بتطلع زاكية لو شو ما صار بس الحلو في أي الكريب منه أول ما يحط الخليط على طول بحط البيضة فوقيها فبتصير البيضة قاعدة بتنطبخ مع العجينة نفسها بصير وهيك شوف زي زي شغلة واحدة اللي واحد بقدرش يفرق بناتهم واحدة لا تكفي أخواننا واحدة لا تكفي اللي بعده اللي بعده وصلت على مطعم اسمه كريب جي جي ها أول مطعم بعرف أحكي اسمه زي الناس برضو مشهور في الكريب استبعته قديش أنا مبسوط قديش قديش الرحلة حلوة للحين طيب قدامي اثنوعين كريب بسخيني بدا بأول واحد بسرعة اللي فيه آيس كريم لما وصفوا لي اياه حكولي شغلة هيك خلص دمعت عيناي وطلبته على طول بدون بدون مفاصلة الكريب عادي طبيعي عليه كراميل وصولتت بوتر بالعادة الناس تستخدم صولتت كراميل أنا بعشق صولتت كراميل لكن هذا الكراميل عادي البوتر هيك بدهنوا عليها شوية بوتر زبدة هاي هي الزبدة الملحة اللي ان شاء الله تكون طعمة الملح فيها طالعا اول اشي يسبوكم من اش عليها وكل الناس ممكن تحط ايس كريم وكراميل واشياء زي هيك برجع بحكيها كمان مرة العجينة هاي العجينة عادية مش البكويت العجينة العادية لكنها والله زاكي بعدين نوع السكر اللي بيستخدموه في المكس تبعتهم سكر بني فهيك بعطي طعم غير بعطي قرشي غير بعطي لون غير حتى ولكن اشي ليانهم لrial اشي الكراميل السادة سادة بس مالواح لا ان اشي لا ان استلزص كريم في العجينة الكريم نفسها ايصي الكريم هيك اشي الراقي اشي دي please niش يسطط أخير عكس البانكيك مثلا البانكيك هيك هوا وجواها وسميكة وهيك بتخليك هيك تاكلها هيك بتحس بالهادي عشان هاي حركة الإيد هيك تاكلها هيك بتصير بدك تتحرك مكانك لأ الكريب هيك بترجعك لورا هيك بترويق بتريح أنا ايش قاعد بحكي ايش قاعد بصير معاي انا انا كتير كتير حلوي كتير هيك كتير لحمة يعني صحكينا الحلقة اليوم هتكون عن الحلويات والمعجنات وهيك باعرف شو صار خلص هيك لاعت نفسي من كتر الحلو والمعجنات ولمشار شو المهم اجيت على مطعم اسمه لابريقادي دلني على هاد المطعم انا مبارح حطيت على انستجرام عندي وجماعة انا اجتني سفرة مفاجئة على فريس انصحوني وين اروح فاللي دلني على هاد المكان شاب اسمه سليمانس بيتان باس اليقب من بلدي يا حبيبي حبيب قلبي انتا روح على هاد المطعم وادعيلي فخينشوف هادعيلي كل حدي عليك بحث fella هذا المنظر با начداء franchises جدا بحث الحلقة بحث سكوتلندا من الموسم الأول stands pretty- Granite المهم بالحكيح سكتليمه في انستيك من طبخ كامل لازم هادعيلي يكون بسيلي حلقة جوه يجب أن hide in all kinds شوفوا هاد المنظر مرحله والك سليمان ولكن اللّا يجاوزك يا بي بس ما تطلع متجوز مرتك تضي عليه بس انه الله يوفقك يعني شوفوا تكو تعرفوا اللي بعمل استيك بفهم اللي بعملو ولا لا لما يقلبها مئة مرة في الثانية هذا معناتها مفيش فايدة منه والستيك ما رح تطلع الضابطة لكن اللي بترك الاستيك هيك تاخد راحتها تتحمص تاخد الكرست من برا هيك هتيبس من جوا يصير في عليها كرست مع انها من جوا لسا محافظة اعتراوتها بعدين يقلبها فهي بتنقلب مرة واحدة بس مش اكتر من هيك بتطلع لنا شوف شوف كيف الواحد بمسك قطعة اللحمة قطعة الزبدة حتى وحطها هيك في الجبنة الفرنسية بتحس تري هنري قاعد بلعب جوه ثمك يا الهي يا الهي انا الحين زبط مزاجي خلص هيك انا ارجعت طبيعي بعد اللحمة مطر 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 الله يستر ما تمطل علينا في المباراة بس طيب صح اكلنا وحلينا اكتر مرة في الحلقة لكن يعني اكلنا اللحمة بعدها بعد اللحمة الواحد لازم يرجع يحلي من اول وجديد من فعشي فعندي شوية وقت قبل المباراة انا هون في شارع الشنزل ازاي رايح على واحد من لا بديش احكي واحد من اشهر يمكن هو اشهر واحد بعمل حلويات في فرنسا خصوصا في باريس الناس بتوقف عليه طوابير عشان تاكل الماكرونز في لادوري خلينا نشوف انا طلبت كل اشي الا الماكرونز ما بعرفشو صار جوه دخلت شوفت المناظر هاي خلاص ما بب مهم انفوت في اول وحده regards اللي هية المناظر المناظر اللي هي عباره عن طبقات بتكون طبقات ملعجينة هيك زي البسكوت او بين البسكوت والبوففيستري وطبقات من الفنهيلا في النص يخرب بيت طعمة الفنهيلا اللي فيها يعني هاي الطبقات الكريمة اللي بالجوها هي كريمة الفنهيلا وفرن interveneل plateau اللي هيك طعمه بتضرب كانت تضرب اعرفش كيف, الفنهي قدمه هي خفيفة لانه يجريكي تجرب كل تجرب بسرعة تارت عادية عليها من فوق السكر المحروق مرنجة يجب ان تستعرف لما يبلع اللقمة يبدأ لعض طعمات جديدة الليمون يجب أن تكون هناك روعة جيدة بطريقة مختلفة وفي النص بتكون محشية بطر زبدة ماشي حالها مش زي الشغلتين اللي قبل هيك بس هيك محشية شوية مكسرات واشياء المهم الحين انا جاي هون من لندن لفرنسا بالقطار شايف الطريق قدامي حبة اكليرز قديش انا بدي اكل هاي الشغلة كل ديتيلز اللي فيها زاكية كل اشي فيها من شوكالاتة من عجينة من حشوة من اللي من فوق من الطراوة العجينة نفسها روعة 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 طيب المهم خلص بكفي اكل بكفي اكل الدنيا بارد الله يسط بكفي اكل خلينا نروح على الشغلة اللي جايين اصلا ع فرنسا عشالها طيب خلصنا حكي عن الاكل اجاوقت السبب الرئيسي لهاي الرحلة اللي هو مباراة ريال مدريد مع فريق صغير هيك من فرنسا اسمه بي اس جي ياخي ترى انا مش مدريدي ولا بحب مدريد ولا بطيق مدريد لكن في الكرة في قواعد في فرق كبيرة في فرق صغيرة يعني مش بالغصب بده تكصير فريق كبير مش بالغصب ان شاء الله تشتري مليون لاعب وتفوز 4 صفر في الذهاب رح تضللك فريق صغير ياخي بي اس جي بكره بكره موسيقى 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 موسيقى